اتفجأت ادارة الزمالك بعرض جاي لأحمد فتوح أحمد فتوح اتصاب في مطش المنتخب كانوا شد كده في عضلات البطن لكن الاصابة مش كبيرة وفيه كلام انه هو مش هادر يلعب بكرة مطش تونس الساعة 7 بالليل على استاد الدفاع الجوي واتقال انه ممكن يبقى موجود على دكة البودلاء لكن اتفجأت ادارة الزمالك الدكتور عماد البناني والناس اللي بتدير بان فيه عرض جاي من احد الاندية الامراطية في الساعات الاخيرة او حد يعني بيتكلم من الوكلة انه فيه عرض معاه لفتوح للامارات ب2 مليون دولار اللجنة الحقيقة لم تناقش حتى الموضوع اغلقت تماما ورفضت تماما فكرة رحيل احمد فتوح كلام مهم طبعا في تشكيلة الزمالك وكمان مع غلق القيد وكمان عقده اللي هينتهى في يناير فمحتاج تفاوض للتجديد فقفرت الباب ورفضت تماما وقالت ان اي امر يخص كرة القدم وفريق كرة القدم واي لعب في كرة القدم يمشى او يقعد هتكون مسؤولية كاملة لجهاز الفني بالتعاون مع المجلس المنتخب القادم المسألة دي مقفولة تماما اسوريو في التمرين او في الكلام واضح جدا لما بيتكلم مع اعضاء جهاز المعاون بتاعه انه في حراسة المرمى هيعتمد اعتماد كامل برضو للموسم التاني على التوالي بالنسبة له على حارس المرمى محمد صبحي النهاردة حتى اشرك حارس مرمى صاعد لكن هو هيعتمد على محمد صبحي اعتماد كامل وهيبقى بديل لي محمد عواد في الموسم القادم ورفض تماما فكرة التدوير اللي البعض كان بيقترحها في الجهاز رفضها تماما ووفق كمان التدريبات واضح انه هيعتمد كمهاجم اساسي لزا مالك في تشكيلته هذا الموسم هيكون سيف الدين الجزيري بعديه ممكن يبقى سامسون او ناصر منسي يعني سامسون الكلام مش بس انه جاب جولين في موطش السكة الحديد الويد النهاردة ما فيش نما جاب جولين لا بيتقال انه ملتزم في التدريب وانه بيقدم جدية وانه وزنه نزل هنشوف يعني اذا كمل كده هياخد فرصته طبعا ده اللي بيقوله اسوريو لكن هيبقى الاعتماد الكامل على سيف الدين الجزيري